بسم الله الرحمن الرحيم كلمة وردت مرة واحدة في القرآن فقط هي الزهد الزهد أيها الأحبة بكل مشتقاته لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن تصوروا مع لالم أن القرآن فيه 114 سورة ذكر الزهد مرة واحدة فقط قبل أن أقول لكم أين ذكر الزهد في القرآن من هو أكثر شخص زهد الناس به إنه سيدنا يوسف عليه السلام لماذا تصوروا أن ملكا لأعظم حضارة على وجه الأرض في ذلك الزمن قبل آلاف السنين الحضارة المصرية القديمة كانت أعظم حضارة على وجه الأرض وكان أقوى رجل في العالم هو الذي يحكم هذه الحضارة فكان سيدنا يوسف عليه السلام يتربى على عرش مصر ولكن قبل ذلك كان في الجب والصبر وخرج إلى الملك عرش الملك ما الذي فعله هذا النبي العظيم إنه كان من المخلصين كان يخلص عبادته لله يخلص عمله لله لم يكن يكره أحدا كان يحب الخير حتى لمن تآمر على قتله إخوتهم تآمروا على قتله وعلى الرغم من ذلك أراد لهم الخير وقال لهم يغفر الله لكم انظروا أيها الأحبة كم نحن بحاجة لشيء من هذه الأخلاق بيننا أن نتعامل بالرحمة أن نتعامل بالمودة أن نتعامل بالتسامح أن نتعامل بالمحبة أن نريد الخير حتى لمن يسيء إلينا أو حتى من يتآمر علينا أن نريد له الخير لذلك هذا الملك العظيم سيدنا يوسف هل تعلمون أنه قد تم بيعه ذات يوم بسبعة دراهم هل يصدق هذا أكثر رجل زهد فيه الناس هو سيدنا يوسف لذلك كلمة الزهد بكل مشتقاتها لم ترد إلا مرة واحدة في سورة يوسف عندما قال تعالى بعد أن أخرجوه من الجب وجعلوه تجارة وباعوه لعزيز مصر وشاروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان الله والله هذه الدقة المذهلة في القرآن العظيم انظروا أيها الأحبة قبل أن أكمل لو كان القرآن من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يضع هذه الكلمة في عشرات المواضع يقول للناس ازهدوا فلان كان زاهدا فلان كان كذا ولكن هي مرة واحدة لماذا؟ ليقول لك انظر على الرغم من عظمة هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه السلام وعلى الرغم من أنه أصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت كل هذا وكان الناس زاهدون كان الناس زاهدين فيه وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخص دراهم معدودة والدراهم المعدودة من الثلاثة إلى العشر قيل سبعة دراهم فقط سبعة دراهم لا تشتري شيئا اشتروا أو باعوا فيها بهذا المبلغ هذا النبي العظيم وكانوا فيه من الزاهدين هنا ملمح أيها الأحبة يجب أن نأخذ عبرة منه هل يزهد فيك الناس؟ هل تشعر أنك ليس لك قيمة عند هؤلاء الناس؟ إذن لتكن قيمتك عند الله كبيرة جدا أصلح علاقتك مع الله توجه إلى الله بقلب خالص بإخلاص الإخلاص أيها الأحبة هو الذي جعل سيدنا يوسف يبلغ هذه المنزلة الإخلاص فقط إنه من عبادنا المخلصين هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين لماذا؟ أحد المواقف التي مر بها أن اجتمعت له المرأة ذات المنصب والجمال وهيأت له كل الظروف وقالت هئت لك قال معاذ الله من من الشباب اليوم في ريعان شبابه يهيأ له مثل هذا الأمر ثم يقول معاذ الله ثم يقول إني أخاف الله أين هذا الشاب؟ موجود ولكن قليل هذا هو المخلص أيها الأحبة وقالت هئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الكريم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لذلك هنا أيها الأحبة الملمح الثاني أن هذا القرآن ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام بشر القرآن مضى على نزوله 1400 سنة لو أن أي إنسان يستطيع أن يدخل كلاما في هذا الكتاب أو يحذف كلاما مرت مرحلة تقريبا مراحل تخلف وظلام وجهل انتشرت فيها الصوفية كثيرا والمتصوفون بفعل الظروف طبعا والمتصوفون يكثر في كتبهم الزهد عبارات الزهد طيب من الممكن لو أحد فكر أن يحرف هذا القرآن أن يدخل كلمات كثيرة حول الزهد ولكن هي كلمة واحدة فقط وجذر لغوي واحد نحن نتحدث هنا على مستوى الجذر اللغوي يعني القرآن لم يذكر لا زهد ولا يزهد ولا زاهد هي كلمة واحدة فقط وخاصة بسيدنا يوسف ليقول لك الله عز وجل اعلم هذا الملك العظيم الذي كان الناس زاهدين فيه وكانوا فيه من الزاهدين الله لم يتخلى عنه لماذا؟ لأنه كان مخلصا لله سبحانه وتعالى إذن أيها الإنسان كن محسنا كن مخلصا كن من المخلصين كن من الصادقين مع الله وانظر كيف أن الله سيغنيك عن هؤلاء الناس أنت لست بحاجة لأحد لأن علاقتك مع هذا الإله الكريم لذلك إخوة يوسف ماذا قالوا له عندما جاءوا وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا ماذا قال لهم؟ قال إنه إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجعلنا من المخلصين وأن نكون من الصادقين مع الله تبارك وتعالى حتى نبلغ منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا